دائما نقول اليوم سفيان لاعب كبير ولاعب مميز وخصوصا اليوم هذا الموسم الرابع للسفيان مع الفريق وأعتقد أنه من أنجح اللاعبين اللي مروا على الفريق وهذا شيء مبغريب لاعب مجتهد لاعب مميز لاعب يحب العطاء لاعب غيور لاعب يحب التحديات وأعتقد أنه كسب كثير من التحديات خلال تواجده في الفريق الأول بناد العين أو حتى تواجده في المنطقة المغربي الشقيق الأول أو العنبي كذلك كل اليوم اللي يتداول في الإعلام هذه اجتهادات إعلامية كل الاحترام والتقدير لهم وعلى اجتهاداتهم لكن سفيان يربط عقد مع نادي العين واللي يربط بينهم بين سفيان أكثر من عقد وأكثر من يعني عقود كثيرة سفيان ابن لهذا النادي مرحب فيه دائما لعطاء الاحترام لعمله لتقديره وحبه للمنظومة وأعتقد أنه اليوم نحن سابق لأوانا أن نتكلم عن عقد سفيان رحيمي لا زال سفيان لاعب لنادي العين وإن شاء الله أنه سيظل لاعب في نادي العين مدام أنه اليوم رغبت الطرفين يعني بتواجد اللاعب سفيان واللاعب سفيان نحن في نادي العين نعتبره أحد أبناء النادي ويعني خلنا نقول لنهاية عقدة لكل حديث لكن اليوم نحن لا زال اللاعب متواجد عندنا وإن شاء الله نتمنى له في الموسم هذا والموسم الياي إن شاء الله النجاح ويستمر على ما هو عليه إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر